مرحبا بكم رجعنا في ساعتنا الثانية 11-6 دقائق على يفام في سباح النور عنا اليوم زوز ضيفات في ناس الخير ناس الخير كما كل يوم في ناس الخير بش نستقبلوا معنا المجتمع المدني وزيدة لكلوب سكولير ولا اونيفرسيتير والي عندهم بانسير اختصاصات مختلفة اليوم بش نحكيه على في المعهد العالي لعلم التكنولوجيات علوم التكنولوجيات في البيئة وعلم التكنولوجيات البيئة وما أدرك ما البيئة في العالم وحياتنا اليوم بطبيعة البيئة فيها مكون أساسي اليوم بش نحكيه معاما مرحبا مانيل مرحبا مانيل ودرا وسلتي كذلك عضوة في النادي اللي اسمه وكيف تعملها الكلوب البرمي اكتوبر 2021 به؟ شكونا بدي بالفكرة هما عمنا احنا نقراو دي جاني انا نفس سبيسياليتي دونك اقترحنا ديوز نقراو هم بما نس Clinical اwość اعطل ان اقتراو هم و حولان . . ما هو هذا المكان ليس بالإسماء الشركة؟ ومع ذلك، ما هو والإسماء هذا المصطف؟ أخذ واضح. كيف سيستطيع أن يدخل هذا المصطف؟ معنى شنو أضعف لك تشوف أعضاء جدد في الكلب هذي ولا تخابير ديزيبانمان ولا ينجمي نمي قدراتك ينجمي حسن بي أتخابير معنتها من خلال الكلب هذي إني معنتها عملت برشا دي فرماشيون ولي فرماشيون هذو ما سيختفي دجا معنتها دبرنا دي كونتاكت متاع مع دي سوسيتي ودجا معنتها معنتها حاول دي ما يخدم كيفاش معنتها يبني شخصية لتوديون معنتها كيفاش معنتها يخلي عنده ثقة في روحه يحسن قدراته شنو عندكم من إفنمان حاجة في القريب العاجل عنا إفنمان إحنا عمنا ولمن عمنا خدمنا بلجور فرماشيون كنفيرانس خدمنا زيدا دي سورتي معتا في بلجور دقاءة حسنا حسنا ال geldi خدمنا في الفالوريزازيون ما في tank كيفاش نالقى دي السوليشيون حالو sector كلهم. تأتي الشعب؟ يعني أن تحاولون أن تشتركوا بشأن الحاجة الضيئة تمشي للدولة عملية؟ يعني أن تحاولون الدولة عملية. قدمنا زيد عامنا والإيامان الإشار النشونالي وفما أنت النشونالي جينا ملبر كما اليوم بالضبط منها اسمه أنبيرون بلواء كل ما هو إنرجيك. جاءت مع تسافير لجابان جاءت ضيوف خرين أي دجام اسمه مسيو نيزار من اشترك انظر ما هذا الذي ماهذا كان قد على ماهذا كان بالحديث من الزواج حيث انظر الاحساء اشترك انظر الاستثمرار احده وتتطور الاستثمرار ماذا نرى فيها معنى ته كمال المترجم معنى ته برش حاجة اخرى نحن نرى ته على الفم تيفي كليمة تنهي كليمة تنهي اليوم توقع يصير انهي يصير في الفاك اليوم بده اليوم ايه اليوم ايه ايه قدش يدوم من التسعة ونص حتيكش الخامسة فيه تسيرموني به جبنا سافير جابان زيدا ايه وزيت البيئة وزيت البيئة مانت ديجا بخيزن تير حاضره ديجا البطني قاعدة غادي تساو ايه دوسوسيته ديجا برش مانبرش دوسوسيته برش مانبرش مانبيه ايه دوق لالاليفينمان هيدا كنسرن توسكية يشانجمان كليماتيك كما نعرف التوال مونيخ ايه طبعا ايه 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 حبين انواعيه معنىتها باللي بخوبليم معنىتها اللي نجم يسيرهم الشانجمان كليماتيك هذي معنىتها كما تشوف دجا كما قالت معنىتها ايه ايه منيل معنىتها انه معنىتها فهمة كيفاش معنىتها لنحبس الحراري الموثوق بالأوزون ايه كذلك معنىتها قلت ورندرت المياه ايه دجا معنىتها كيفاش معنىتها المطال ما هيش ليتصوب بجر ايش نوعه معنىت دجا يعنيوانه وتقول شانجمان كليماتيك saydao de بلوك دي قلاسيisesti With حبينмат هذي معنته نوعيه ونفسر الإيش انا كرو جاله ونحاول عطيف دي solutions نحاولها أن نبحث عن النحن� فاي قليل ن columnar الضوء هناك مارونا اليوم هذا. في تونس يعني؟ في تونس أي شنو أخر؟ بش نحكيو على لفينانسما يلوت كونتر لشنجمات كليماتي. بش نعملوا معنا دسان أنيمي عشانجمات كليماتي. بش نبص طولهم معنا. ونوريوهم كيفيش نتقعوا دي سوليشيون على لحكاية هذية. بيه يونتوك هيل هذية. اللي فين ما يدوم قدش منهار اليوم. ما كهو دونكيو في العرشية. وبتبيعة اللي فين ما يساعدوا أنكم تقدموا في الأفكار متاعكم. وتحاولوا أنكم تردوا مبسط الموضوع. وبتبيعة يا حبة ذي. لو أنه فما ناس مايش مهتمة ربما تنجم تكون تهتم. لأنه هذا المشكل ولا يهم الناس الكل اليوم. كما شوفوا زيد قرائتنا الحقيقة معنا مايش داخل برشا معنا. ما تعمق لكش برشا. حبينا نخرجوا من القرية. من الحاجات الكوتيديان. دونك. بش الواحد يتنوعيه كما نقول. ايه يتوعى في مشكلة. يهموا يهموا يهم حياته. مش في تونسا كهوة لكن في كل بقعة في العالم اليوم. المشاكل هذه اللي موجودة في المناخ. وفهم منها شكون معناها معناها مشاكل جديدة لجاية ته. معناها عندها كما نحييكم. مانيل بشيخ ودرا وسليتي. عندكم page Facebook Energy Club. معنا أي Energy Club. Energy Club. إس اس تيه. مانتا تيخدمة أخر. إنه مانتا حاضر في إيوان مو اخر اسمه . د جا معنات هاليفن مو هذا يصير سير ترواجور. بش نعملوا فيهم دو فوغماشن بشيكونوا إن شاء الله تتكونوا حاضرين معنا في المرحب. مرحبا. 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 مرحبا بكم في أي وقت ومرحبا بكل الناس اللي في الكلاب واللي يقوموا بعمل توعوي وعمل علمي ومناج ممكن نحييوهم. فاصل. ونرجعو لكم. مرحبا بكم مستمعين. يلا حتى لا ننسى. حتى لا ننسى. كما اليوم من سنة 1861 بدل عمل بالدستور التونسي. أول دستور عربي جاء مكرسا لعديد المبادئ والمؤسسات السياسية والإدارية الهامة اصدر في عهد محمد صدق باي 1859-1882 وبدأ العمل به يوم 16 أفريل 1861 يتضمن الدستور تنظيم الحياة السياسية بالبلاد التونسية والفصل بين السلطة الثلاث والحد من سلطة البي وإقرار مسؤوليته أمام المجلس الأكبر من أهم بنود الدستور هذا ضمان الاتزام بمقتضيات عهد الأمان الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إنشاء المجلس الأكبر المتكوم من 60 عضو معينين لمدة 5 سنوات من مشمولات ووضع القوانين وتنقيحها وشرحها وتأويلها والموافقة على الأداءات ومراقبة الوزراء ودرس مشروع الميزانية إنشاء شبكة من المحاكم تبهش القضاء إثر اندلاع انتفاض التعليب بنغذيهم سنة 1864 قرر السيدق بي يقاف العمل بالدستور هذا 1861 بتشجيع من وزيره مستخز ندار والقنصل الفرنسي في تونس كما اليوم توفي محمد الدراجي 26 أفريل 97 تولد في 21 مارس 20 ولده بتونس العاصمة كان ممثل ومسرحي تونسي تركت دراسة أثر حول دي ثابريل 38 وكان التمثيل نحنها غرامو نضم إلى جمعية الاتحاد التونسي اللي كان يديرها البشير المتهني والشارك في مسرحية مجنون ليلى في سنة 1942 انتقل إلى جمعية الكوكب التمثيلي تحت دارة محمد الحبيب وقام بأدوار البطولة في مسرحيتي المعزل لدين الله الفاطمي والطبيب الرغم عنه في سنة 1949 قدم مع ثلاء من المغرومين بتأسيس جمعية انصار المسرح وقاموا بتقديم مسرحية العباسة أخت الرشيد ومسرحية المعزل لدين الله الصنهاجي وبعض المسرحيات باللهجة الدرجة كما نساك الذابة علي المشحاح 62 انضم الفرقة التمثيلية لذاع وأدرك نشاطها بطبيعة الحال اختص في التمثيل الذاعي بتمثيل أدوار الشيوخ المسنين شاركة في عدة أعمال تليفزيونية وشاركة في عدة أعمال سينمائية كما الفجر وصراخ لحمادي الخليفي سمير سرور موسيقي مصري تولد 33 توفيح 30 ماية 2003 تولد كما اليوم 16 أبريل وعازف ساكسوفون بدأ مشواره في الخمسينات كان ذكروا الناس كانت فهمة كستات فيها عاشق ساكسوفون سمير سرور وولد في قرية كفر نعمان بمحافظة الدهقلية بداحيته الفنية بالموسيقى العسكرية تعرف عليه بليغ حمدي بشارع محمد علي وكان من أول الناس اللي قدموه للساحة الفنية قام بتطويع الساكسوفون لتصبح أول ساكسوفون يعزف أو يعزف حفوة نغام شرقي قد كان سمير سرور قاسم مشترك في جميع الحان بليغ حمدي تحديدا مع الكبارة عزف خلف أم كل ثوم فيز أحمد نجات صغيرة وعبد الحليم طبعا اللي أتيح له فرصة العاصف المنفرد دونسولو أمام الجمهور وقوفا في كثير من حفلاته بعد نهاية مطري بالزمن الجميل اختفى على الساحة الفنية ولكنه عاد مرة أخرى في أوائل التسعينات بشراءة موسيقية وبعدها انتشر الساكسوفون في معظم الأغنيات تسعينات كان موجود في الأرانجمان في التوزيع وظل سمير سرور في الوسطة الفنية حتى قبل وفاته بأيام قلت الساكسوفون اللي كان يملكها كانت أغلى آلة وقتها هداهوا إياها أحد الأثرياء وكانت من الذهب الخالص توفي سمير سرور في 31 مايه 2003 عن سن يناهز الـ 70 سنة كانت هذه هاي حتى لها منسا شكرا لك نور وشكرا لخضرة كذلك اللي جينا توا مرحبا خضرة حرب مرحبا مرحبا يلا عطينا حال حرب حال حرب حال حرب لليوم مع خضرة حرب العنوان الجزائر تتصدر أو تصدر عفوا أنتون من سمك الحنكليس إلى تونس الحنكليس أو ما يسمى بثعلب البحر يعني تونس الكل بالحيوانات البحرية اللي فيها كلب البحر إحناش البحر إلى آخره ما عندهاش تعلب البحر بش تستود الحنكليش إيه وشنو يطيبو بيه حنكليش حنكليش سمحني حنكليش إيه وشنو يطيبو بيه زعمة ثالب البحر ذا يا سامي نتصور مع أنت تمشي للرستوران تقوله فما مقرونة بالثالب خليعات كانت تقوله الحنكليس الاسم هيدا تعاودو مارتين تنجم تحذر ولد بسم الله حنكليس حنكليس نحب نفهم إنا شنية الحنكليس هذي وعليش نستوردو فيه ياخي معناش 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 تعرف حاجة اسمها ثعلب البحر انتي لا هاي سيدي هانا استوردني هم موش نعملو بيه الله هو عالب اهو 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 هاي عدا مش حلاش البحر اي هاي هو حلاش البحر موجود مالاش بين ساميه وثعلب البحر ما طف موش بداخل لحناش في الثعلب انتي عمل رشارش بيهك الله يبيرك الشركة الوطنية اللي السكاك الحديدية التونسية تشكر حرفائها على على شنو على وفئيهم وحتى حرفائها ما يحبوش يشكروها بل يحبوا يبوسوها يمجدوها وكان لزم يكرموها لأنها علمتهم الصبر وعلمتهم ممارسة الرياضة وتملك الأعصاب والتعايش وتقبل روائح الغير وحسن التصرف عند التحرش إلى آخره الشركة تشكر حرفائها على وفائهم لها واختيارها على أساس هما عندهم بديل واختاروك كان انتي مش صحيح يا مدام ما يغلطوكش ما يلزك على المر كان اللي أمر منه اهو صارة شريف تنزعج من الشهرة بعد مسلسل الفلوجة بسم الله لبنتي قتلك ما عادش تحب تخرج وحدها تحبش نوفرولك حماية من وزارة داخلية لبنتي وإلا حراسة خاصة باش ترتاح من عامة الشعب عاقل عاقل عايش بنتي وهدى الغولة متاع الفن والتمثيل في تونس يا هبتول مرشي سيد البحري يقضيوا ويا هبتول الفريب يفرزوا ويعيشوا مع الناس الكل رد بالك حتى انتي لا يغلطوك ميتين وثلاثة وثمانين عام لتصبح مليونير في تونس هيدم زيدم غلطو حبيت انتي تصبح مليونير يا خاضر الحارب حبيت 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 غلطوكم يعجزوا فيكم يطيحوا لكم في المورال عاليش ميتين وثلاثة وثمانين عام فيش قام على خاطر في تونس اللي يحب يولي ملياردير للي ينقرض هو وعايلته ما يوليش حتى مليمير مش مليونير لانه احنا الشعب يعني مؤمنين وتعرف اللي ايماننا قوي ونعرفوا اللي ربي سبحانه بيش يعوضنا في الجنة ولي بيش نعيشوا النعيم في الجنة فلا تيأس لا يأس مع الحياة ولا حياته مع اليأس وعن تربي خير طبعا تبلوه الاخرانية مصر خمسة مية وترى قديش من عام بيش تولي مليونير حسب الشهرية ما نحكيوش على رجال الأعمال والعبادة اللي تكسب الفلوس بطرق اخرى نحكيو عاللي شهار يعني يتموتوا ما تراهش المليونير بعينيك المليار ما تراهش احنا نصله عشرين انا عشرين في الشهر خمسة في الشهر خمسة الف ما عشتراها في الكونت شاب يقضي وحده عشرين ساعة راكعا لإقناع صديقته بالعودة اليها صحيت يا رجال وين هذا صحيت يا رجال في دولة من الدول ما هيش تونسون توليك صحيتك صحيتك راكع أربع عشرين ساعة كان عملت فيهم حاجة تنفع وخدمت ودخلت فلوس في السيخته ماتا في الصيني ضحي باربع عشرين ساعة من حياته ماتا البلاد اللي يخدموا كل المال ماتا قمت الحب شوف الحب شيعمل يا سامي أربع عشرين ساعة راكع ماتا أنت كان خدمت بهم ودخلت فلوس راهي واللهي راجعت لك كان خفيت لها ماتا كره با دمارك ولا خفيت لها سيغة كما نعرفين نعرف رجال يا سامي من جنسية معينة نعرفوها نس كل تلقاه غالط معها تكشير معها أو ضدها لا أنا هاني بشو قولك أنا ضد بينسوق خاطر أنا نعرف الرجال يتعلموا من الرجال متاع الجنسية هذي اللي نحك عليها ما نحبش نسميها تلقاه غالط معها في كل شي خيانة عمف منطقة عدم قلة مصروف ويروح للدار يلبس شارت ويتكى على الكنابة ويحل التلفزة ويقولها وينه العشاء ويستنيها هي تطلب منه السماح على شنية ما ندروش من غير تعميم طبعا عرفتها شكون الجنسية نعرفتها أنا متعممش أنت قلت التعميم خايد لك صرية مانيش نعمم ولكن موجود اللي تقول فيها أنت موجود موجود علي في جنسية أخر جنسية واحدة برشا جنسية موجودة لعرب موجود صراحة صراحة المجتمع هذا الذكوري اللي يطلب يحس أنه طلبين السماح فيه مسم الكرامة مسم الرجولية فمتيحس أنه رجولته في خولته تتمس كيف يطلب السماح من زوجته ولا من بنته ولا من أمه وإلا حتى من صحابه معناتا حتى بنت ما يعتذر الشيان الاعتذار بالعكس ولا الاعتذار من شيء من كبار بالعكس مصدر القوة بالعكس نحس كي نغلط مع عبد ونمشي نطلب اسميح كإني نقص تحملها لك تيفي معناتا وعادي وإكسبرسيون تا قوة تا قوة لأن العبد الضعيف اللي يحس بفراغ كبير في تركيبته الداخلية كيف يمشي يعتذر يحس أنه ما عادش عنده كطرف القوة اللي لم ها وقت ليهم مسا محشف أنا قوي أنا منيش بش نسيمحك ويحب يراك مذلول ويحب يراك هكا متى داخل بعضك لونك هو يستجمع في تارف قوة اللي هو هذي كان المصدر القوة اللي هو يسخيل القوة الوحيدة اللي فيه معناتا هذي اللي أنا التحليلي الشخصي معناتا وإحنا عنا برشة ذيك يعني تطافة الاعتذار غائبة تقريبا وبحكوط معناتا كي تبدأ أنت إنسان قوي ومتشبع معناتا من القيم ومن المابادة أنك إنسان متسامح معناتا بالحق أنت إنسان مليون من داخل أنت إنسان بيهي أنت إنسان معطاء وهذي كان ما يزيد دكين قوة ما يعملش حاجة أخرى بيه الغنية اللي هديتها لك صباح سيمية أنا هاي يا ساعة يا صباح الخير يا اللي ما غانى اللي تغانى فيها أنت تقصر سيمي غنى وصحانى آي 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 معاك أنا في أذي وعجبتني في بلي غنية أنت في عوض الكاروان حتيت سيمي غنى وصحانى آي 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 ما لحبه بيك ما لحبه بيك خضر حرب دون كانت معنا كيما كل يوم في أول البرنامج بالميكرو وفي آخر البرنامج حال الحرب وي إجزاكتما لحدش وسبعة وعشرين دقيقة وصلنا تقريبا لنهاية برنامجنا فما غنية يا نور فما غنية بحلم بلؤك الله الله هذيك نسمعوها تاو تود سويت غدوا إن شاء الله نتلقاوا في حلقة جديدة بعد شوية جيكم جيهين بن عبدالله في مع الناس